النهاردة الزمالك كمان قال انه بيرفض الدخول في صفقة خالد عبدالفتاح الزهيل ايمن لفريق سموحة اللي عب بعيد عن حسابات نادي الزمالك والنادي مش عايز يتعامل في الفترة حالية مع ادارة نادي سموحة وجوزبالدو فريرة مقتنع بوجود المسلوسي وعمر جابر وايضا محمد عبدالغاني في هذا المركز خالد عبدالفتاح من جمل اللفتوا النظر في مركز الزهيل ايمن في الفترة الاخيرة وحسب معلوماتنا انه النادي الاهلي مهتم ايضا بي خالد عبدالفتاح وممكن يتكلم مع سموحة في يناير سامسون اكينولا المهاجم اللي زمالك ضمه مشاركش في فترات كبيرة الفترة الماضية هو طلب من البرتغالي جزالدو فريرة الحصول على فرصة كاملة مثل باقي اللاعبين للتعبير عن امكانياته الفنية والبدنية وعشان ما يتمش تصنيفه انه صفقة فاشلة زي ما بيتردد في الوقت الحالي ماشي ماشي من اللاعب على فكرة لما كنا نتكلم عنه قبل ما ييجي نادي الزمالك هو عنده شوية فيديوهات كويسة يعني كان عنده شوية مهارات كويسة بس لسه ما ظهرتش فممكن يكون مع الفرصة ممكن يظهر بشكل افضل